انتهز بقى انت عملت ايه مرح وعملت مشاركة خش بالخطوة الخامسة خطوة الخامسة ايه احتفظ بالرومانسية والمشاعر الايجابية يعني ايه احتفظ بالرومانسية والمشاعر الايجابية يعني كل واحد فينا ببساطة خالص يعمل اعمال تحسس شيرك حياته ان الحب مازال مشتعل في قلبه ان الحب مازال موجود انه يتكلم بكلمة مفاجأة كده بتعبر عن مشاعره زي ما رسول الله قال لراجل لما قاله ان انا بحب فلان قال اخبرته وقال لا قال ده فاخبره وعشان كده لازم تفضل اللفتات الحنونة والتعبير عن مشاعر موجود لازم يبصلها فتحس ان هو مشتق لها وما فيش مانع ان هو كمان يعبر الله عن ده بشكل ما يفهموش غير الاتنين دولا كل وجود ده يخلي المسألة ده مش صديقي اللي معايا في الشارع لا ده صديقي اللي كمان انا قادر اعيش معا عواطف ما بعيش عاش مع حد تاني طيب لو حصل بقى عندنا الاصدقاء ممكن ما يتفهموش لا ممكن لازم في اي حال من الاحوال لازم يبقى ايجي رقم ستة بقى التفاهم والتسامح والتغاضي لازم شركاء الحياة يتفهموا حتى في الاشياء المختلفة اللي اختلفوا فيها حتى لو وقع اخطاء يتفهموا مع بعض ويتغاضوا عن الاخطاء ويحاولوا بقدر الامكان ان هو يحلوا المشكلات بشكل بناء بدون ادنى اثارة لمزيد من المنازعات ده هيخليهم فعلا اصدقاء الحاجة السابعة ان هم يعيشوا حياتهم على ان هي مش لحظة ولا ان هي زي ما بيقولوا كده وانشوت لا حياتهم بتتطور واحنا بتغير والصديق اللي انت بتحس ان هو صديقك لما يكون معاك في تطور حياتك لذلك لازم يسعوا ان هم يطوروا حياتهم مع بعض وكل واحد فيهم يكون حريص على انه يطور حياة زوجه هي تكون حريصة على ان هو يكمل من الماجستير والدكتوراه هو يكون حريصة على ان هي تترقى في الشغل هو يكون حريصة على ان هي تتعلم حاجة جديدة هو كمان هي تكون حريصة على كده وهم الاتنين يكونوا حريصين على ان هم مستوىهم الاجتماعي يتحسن يخرجوا من ازمتهم الاقتصادية هم الاتنين يحسوا ان البيت مكان عشان يطوروه ويشتركوا هما الاتنين في الكلام ده وتحسين الالاقات عبر الزمان هو شيمة العقلاء شيمة الحكماء وهي دي من اهم الحاجات اللي بتقرب الناس مع بعض ان يفضل اسمه محفور في حياتي ان هو ساعدني في ده وان يفضل اسمها محفور في حياتي لان هي ساعدتني في ده وساعتها بيكون الحياة بشكل صحيح رقم بقى تمانية الاشتراك في الاهداف لازم نقعد مع بعض من وقت للتاني ونقعد نحدد اهدافنا نقعد مع بعض ونحدد الاهداف بتاعتنا وتكون الاهداف مشتركة ونشتغل عليها سوا وده بيقربنا من بعض جدا ان يبقى في حاجة اسمه الاتحاد في الهدف الزواجي ان احنا يكون عندنا قرار ان احنا نحسن مستوانا المادي ونحسن مستوانا الاجتماعي وان احنا نتدخر نتدخر فان احنا في الازمة اللي احنا فيها اللي بيتدخر دلوقتي هو اللي بيستطيع ان هو يتجاوز بعد كده وتحسين مستوى تعليمي لأولاد كل ده بيخلينا ندخل الى الصداقة الزوجية كل اللي بيمارس ده هو عنده مهارة الصداقة الزوجية